اشتركوا في القناة 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 بس نحن على طريقتنا اللبنانية منحطها الفحم مظبوط منولعه لازم النار ما تكون كتير قوية كرميلتها الحرارة ما تكون كتير عالية لأن هاو المواد اللي عم بحكي عنهم بينوجدوا أكتر شيء وقت اللي نحن نطبخ المأكلات على حرارة كتير عالية وبدون وجود سوائل يعني نحن وقت اللي نسلق على نفس الحرارة ما بيتواجدوا هالمواد هاي دي لأنه فيه لكود فيه موستشر بينما نحن نشوي على النار هالنار هايدي عم تحرق المأكلات وعم بيصير فيه تواجد هالمادة هاي أكتر بأكلنا لونك أول شغلة لازم نعملها إذا نحن عم نشوي على طريقتنا إنه نخلي النار خفيفة في بعض الأحيان فينا يمكن شوية نطبخها بالفرن قبل ما نحطها على المنقل على النار هيك منكون قصرنا وقت الطبخ وما منكون عرضنا هاللحمة خاصة للحوم لا حرارة كتير عالية ممكن تكون النار واطي نحن عم نشوي ولكن ستل اللحم أو الجيج ممكن يسود صح واني شو صار لما يسود بس يسود هاي دي كمان بيصير فيه تواجد هالمواد هاي دي نحن لازم وقت قصير وبنفس الوقت حرارة مانا كتير عالية مشان هيك نحن كمان لازم طريقة تحضير اللحمة نحن وقت اللي نحضر اللحمة مهم انه ننقعها بمواد فيها حمودة عالية يعني فينا ننقع مثلا جيج بالحامود بالعصير الفويكة اوقات الخل كتير منيح اوقات استعمال النبيد للمارينات كمان بيساعد لا تخفيف وجود هالمواد هاي يعني بيمنع بس ننقع نحن اللحمة قبل بوقت بهالمواد الأسدك بتخلي هالمادة الشيميك اللي كنت عم بحكي عنا بالأول ما تتواجد بسهولة مثل ما وقت اللي نحن نضغر نحط اللحمة من الشوية مثل ما هي البهارات كمان بتساعد لتخفيف معدل هالمواد هاي دي دونك نحن وقت اللي نزيد زعتر نزيد بهارات إضافية نحن بطريق طبخنا منكون عم نخفف لتواجد هالأنواع سو إذا قطعت اللحمة والجيج سودت دونك أفضل مانيكلة دونك أفضل مانيكلة لأنه الواس تسود يعني خلاص هيدا دليل إنه بحبوها بحبوها طعمي هلا يمكن الدهون لوحدة وقت اللي تسود ما بتعمل هالمادة هاي اللي عم بحكي عنا متل وقت اللي يكون فيه شقفة لحمة عليها دهون دونك ننتبه إنه خاصة اللحمة الحمرة بتعمل معدل هالمادة اللي عم بحكي عنا أعلى بكتير من مثلا نحن وقت اللي نشوي الخضرة أو حتى نشوي مثلا دراء أو نشوي فويكة كمان دونك هالمادة هاي بتتواجد أكتر شي باللحوم أقل بالأجبان نحن كمان وقت اللي نشوي الجبنة أوقات على النار كمان هالمادة بتتواجد أكتر وقت اللي نحن نشوي خضرة أو حتى أنواع الفويكة ما فيه كتير معدل عالي من هالمادة اللي عم بحكي عنا في سؤال كمان بخصوص الجيج والسرق نعرف إنه بعض الأسماك والجيج ممكن نخلي الجلدة عليهم هون الطريقة هاي بتكون عم تحمي اللحوم من ما تحترق أو نفس الشيء إذا شلنا الجلدة هي بتحمي اللحوم أهم الشي ما ناكل الجلدة بعدين أكيد البروتيينات هي البروتيينات والدهون بتعمل هالمادة هاي بس نحن وقت اللي نشوية المهم كتير إنه نشيل الجلدة لأنه هي الجلدة بتحتوي على هالمادة بالنهاية ممكن كان دهون أو بروتيينات بوجود حرارة كتير عالية بتعمل هالمادة الشيميك دونك نحطها على نار خفيفة وما نخلي وقت كتير طويل المأكلات هلأ شو الحرارة السليمة للمأكلات نحن وقت اللي نشوي اللحمة صحيح ما بدنا نحرقها بس كمان ما لازم نخليها كتير نية يعني طريقة تدويب اللحمة نحن وقت اللي نشتري لحمة أو يمكن نشتريها قبل بوقت مهم قبل بوقت ندوبها بالبراد قبل بنهار ما ندوبها مثل ما كتير أشخاص بيعملوا بره خاصة هلأ بفترة الشو وقت اللي بدنا نطبخها كمان لازم نطبخها على حرارة عالية يعني تتعدى ستين درجة لأنه قلب اللحمة يمكن بره محروقة ولكن قلب اللحمة بعدها بتحتوي على البكتيريا اللي ممكن أنه تكون تكاترت بمرحلة التدويب مشان هيك الأشخاص اللي بيحبوا اللحمة مننا كتير مطبوخة بيحبوها سنيات في ريسك أنه يكون موجود فيها هالأنواع من البكتيريا اللي نحن بنا نتجنبها خاصة هلأ بفصل السيف ويوجود كتير حالات من اللي يمكن تسمم الغذائي لأنه الحرارة معا بتكون مزبوطة نعم لازم نخلي المأكلات خاصة اللحوم على حرارة تحت الخمس دراجات يعني بالبراد وقت اللي بدنا ندوبها ووقت اللي بدنا نطبخها نطبخها على حرارة فوق الستين هلأ إذا عنا ميزين حرارة عادة بالبيت فينا يمكن خاصة إذا كانت شقف كبيرة إذا كان ستيك نقدر نعرف شو حرارة اللحمة قبل ما نكلها والأشخاص اللي بيحبوا اللحمة النية واللحمة أكيد اللي بعدها منا مطبوخة مضبوط بيضيك خلا في ريسك أنه في ريسك أكبر أنه سوفي تسمم الغذائي من المصدر يمكن قبل ما يتناولو هلأ شغلة كمان لازم ننتبه لها نحن عم نعمل باربيكو هي الماريناد حكينا أنه مهم كتير ننقع اللحمة قبل بوقت والماريناد عادة فيها كتير نكهات وبتاعتها طعمة طيبة على اللحمة ننتبه أنه هالماريناد هاي إذا بدنا نستعملها تنعمل سوس أنه نغليها على فترة تقريباً خمس دقايق قبل ما نرجع نستعملها يعني أكيد ما نستعملها مثل ما هي صح لأنه في كتير قوات أشخاص ما بينتبهوا يمكن بيعرفوا هالمعلومات بس ما بينتبهوا أنه يرجعوا يغلوا خمس دقايق هالماريناد هاي وفيهم بعدين يرجعوا يضيفوها على اللحمة مهم بس نضيفها على اللحمة المطبوخة نرجع نغليها مش نقول أوكي هاي دي اللحمة سخنة بعدها طالعة من النار معلش لأ هاي دي نقطة كتير أساسية وننتبه كمان للقواني يعني نحنا وقت اللي كل شي ني لازم نفصله عن بس نرجع نطبخ المأكلات أكيد نرجع منحط بيجات نضيف من بعد ما نكون شوينة اللحمة بس كمان أوقات الملقط اللي منستعمل فيه ممكن هو ينقل هالأنواع من البكتيريا هلأ شغلة كمان ما مننتبه لها نحنا وعم نعمل باربيكيو هي الشقف اللي منمسح فيها يعني يمكن جايبين جات اللحمة مع اللحمة النية وفي شقفة حد الباربيكيو عم نمسح فيها تنظل محافظين على يمكن النظافة حوالينا هالشقفة هاي هي من الاشياء اللي بت ممكن انه تنقل الجرسيم خاصة إذا نحنا مثلا غسلنا إيدينا وجعنا هالشقف اللي مسحنا فيها مظبوط نشفنا فيها مسحنا فيها إيدنا مع اللحمة نية فيها هي هي تكون وجعناها تكلنا بإيدينا مية بالمية دونك هاي دي أوقات بنقول ما ننشفة ومنبين أنه وسخف هي تكون كتير نظيفة شكلها بس هي بالنهاية أكتر إذا بدك يوتنسل أو شغلة موجودة بالمطبخ هي بتنقل الجرسيم إن كان الشقفة الرطبة اللي يمكن من نمسح فيها محل ما عم نشتغل هي من أهم مصادر تلوس الغذائق دونك ننتبه على هالنقطة هاي إنه المنشفة أو الشقفة أو حتى الإبونج اللي عم نستعملها ما تكون هي عم تنقلنا إخر شؤال نتالي قدامهم من نضف المنقل من مرة ل مرة صح اللي منحطها عليه للأشخاص اللي بعد ما بلشوا يعملوا ماشي و باربيكيو أول شغلة اللي يجب نعملوها هي إنه يرجع وينطفوا بمي وصابون أكيد الباربيكيو لأنه في نسموله إنه حرارة عالية فأكيد ما في وراء مكتير يعني بس فيه كمان مواد كيميائية ممكن أنه تتكون من وراء تراكم هالنقص نتالي لهالمعلومات سيف باربيكيو للكل رح ناخد وقفة سريعة ومن بعدها لستانس موسيقى 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 موسيقى